بضع سنوات ناجاف صنعها الإرهاب على الحدود لكنه لم يقطع الشقيق عن شقيقه الترابط والتلاحم الوطيد بين بغداد وعمان بدى واضحا في زيارة العاهل الأردني بداية العام الماضي زيارة وصفها خبراء باهتمام الأردن رسميا وشعبيا في الشأن العراقي ليصل ألم عادلة الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود في العمق الأردني يعتبر العراقيون وجهتهم إلى العاصمة الأردنية بمثابة بيت ثاني كذلك عودة شريان التعاون التجاري ومشاريع الطاقة خير دليل على هذا الود المتبادل ما تلتقطه عين الكاميرا في ملابس رئيسي الوزراء كتخفيف من رسمية التي لا دعي لها بين شعبين شقيقين إذن نزف العراق السياسي والشعبي ومخاطر التنظيمات الإرهابية تستمر في قائمة اهتمامات الأردن فالقائد الأردني يقرأ المشهد السياسي في المنطقة الخضراء تزامنا مع وصولها إلى حكومة تصريف أعماله يقرأه بما هو مخفي بين الصطور برة أخرى أؤمن بالشعب العراقي وقدرته على المضيق قدما نحو الضوء في نهاية النفق العراق كان يسير بقوة في اتجاه إيجابي خلال العامين الماضيين أعتقد أن رحيل الحكومة العراقية أعادنا خطوطين إلى الوراء لكني واثق بقدرة العراقيين على العودة نحو الاتجاه الإيجابي الصالون السياسي الذي يتابع المشهد عن كثب يعنون نتيجة حتمية تقضي بضرورة إنهاء التوتر في الساحة العراقية إذ يحتاج العراق للعودة إلى الحضن العربي من جهة وتعاون الجيران إقليميا ودوليا من جهة ثانية وفي هذا يحرص العاهل الأردني وفي حديث أمام قادة البرلمان الأوربي من قلب ستراسبورغ الفرنسية على الدعم الأردني الذي لا يمكن أن يتوقف حرصا من العاهل الأردني على أن دعم العراق واجب وضرورة اليوم مستقبلهم يرتكز على سلام هش وأنا شخصيا لن أتخلى عن إخوتنا وأخواتنا هنا أما المنتظر اليوم في ظل زيارة وزير خارجية الأردن إلى بغداد هو الوصول إلى حكومة جديدة تعيد ما يحتاجه العراق شعبيا بوزن من العيار الثقيل في الإسراء بملفات عادة ضبط المشهد سياسيا واقتصاديا وأمنيا زيارة تحمل الرسائل الملكية الأردنية إلى بيت القرار العراقي بيت لا يريد الأردن له أن يتشقق بل يفتح أبوابه من جديد لمستقبل أفضل ترجمة نانسي قنقر